اهلا بكم حنتكلم النهاردة عن رؤية مهمة جدا وهي رؤية المترضى في المنام ممكن اثناء نومك او اثناء نومك تشوف في منامك انك انت عمل بتجري في منطقة فيها زرع او بتجري في منطقة فيها صحرة ولكن في حد عمل بيطردك وبعض الاحيان ممكن تشوف الشخص اللي بيطردك ده والبعض الاخر ممكن ما تشوفهوش نهائيا فعشان نعرف ايه هو معنى المترضى في المنام عايزك انك انت تدوس لايك يلا بنا نبدأ او الحاجة لما تشوف ان فيه واحد بيطردك في المنام وتكون عارف الشخص ده فعايزك تنتبه من الشخص ده جدا لانه هو بيمكر بيك بيحاول انه يوقعك في مشكلة او بيفتن عليك ما حد اخر او ان الشخص ده مثلا عايز يعمل لك قضية مثلا او يعمل لك اتهام او يوقعك في مصيبة ما تقدرش انك انت تخرج منها فعشان كده المطردة في المنام لما تشوف شخص بعينه تعرف ان الشخص ده بيمكر بيك وعايز يوقعك فيه في مصيبة لكن لو انت بتشوف نفسك بتجري بس ايه اللي بيجري وراك حيوان ممكن الحيوان اللي بيكون بيجري وراك ده اسد او ممكن يكون كلب ممكن حتى تكون قطة تمام فلما تشوف اي حيوان بيجري وراك في منامك وانت عمال بتجري منه وخايف منه تعرف في اللحظة دية ان اللي بيجري وراك ده هو جن والجن ده بيكون صنفه التابعة والتابعة معروفة جدا يعني والكل بيعرف عنها والكل سمع عنها والكل قرع عنها بس ايه معناها التابعة التابعة ممكن يكون ذكر من الجن او انثى مش شرط تكون يعني انثى فقط الجن ده او نوع الجن ده بيكون متربص بيك يعني بيتبع كل افعالك بيشوفك انت بتعمل ايه في يومك بيشوفك انت بتصلي ولا ما بتصليش بيشوف ايه المعصية اللي انت مصر عليها ويفضل قاعد نظره حطه عليك لحد ما ييجي مثلا لحظة من اللحظات تكون فيها بعيد جدا عن ربنا سبحانه وتعالى زي يجيلك حزن شديد بكاء شديد تصرخ في مكان ظلمة تغضب غضب شديد في اللحظة دي يدخل هو بقى جسمك مجرد ما يدخل جسمك خلاص يبدأ ان هو يتحكم فيك زي ما هو عايز وانت اللي عرضت نفسك لده ودي مشكلة كبيرة جدا على فكرة ناس كتير بيعانوا من المسألة دي فلما تشوف ان في مجموعة من الحيوانات بيجروا وراك او بيترضوك تعرف على طول ان دي رسالة ربانية ليك انتبه يا عبد لان في جن متربس بيك حيخش جسمك لو ما حصنتش نفسك كويس وقاريت اسكارك في الصباح والمساء فلازم انك انت تقرأ اسكارك في الصباح والمساء وتحاول انك انت تكون على حظر شديد قوي الامر الثاني ربما ايضا رؤية المترضى في المنام تشوفها بس من شخص مجهول تمام من شخص مجهول تاخد نفس حكم ايضا الاول بمعنى يعني ما تشوف ان في شخص مجهول بيترضك فتعرف ان لو عندك مشكلة في الشغل بتاعك او عندك تقصير في حياتك العائلية او تقصير في حياتك الاجتماعية تحاول انك انت تحسن من الشيء ده ولو عندك اي قضية مع حد في المحكمة تحاول انك انت تتخلص منها لان في حد بيحاول ان هو يوقعك في مضرة ويحاول ان هو يوقعك في مشكلة وللاسف الشديد الحدي ده بيكون مخفى عنك لان بعض الاحيان ممكن الانسان يكون عايش حياة كريمة وكل الامور عنده كويسة ومضبوطة الحمد لله فجأة يبص اليه نفسه واع في مشكلة وبص يلاقي نفسه اشخاص يعني اشخاص هو ما يعرفهمش او مجرد المعرفة بهم سطحية وبيحاول ان هم ما يغرقوك في نفس المشكلة دي فلازم انك انت تكون على حذر لازم انك انت ايضا تنتبه اما لو شفت ان اللي بيطردك طيور فتعرف ان في جن طيار متربس بيك فحاول انك انت تحصل نفسك كويس وتسمع روكة شرعية ايضا خصوصا روكة الجن الطيار ده طبعا كل ما يخص رؤية المطردة في المنام حبيت ان انا لخصه لك في نقاط محدودة الا ان بعض المفسرين ممكن يقولك ان الانسان بيكون علي دين او ان الانسان بيكون متخوف من شيء معين فيشوف المنام ان هو بيهرب من الحاجة دي لكن كل ده كلام اساسا انا بختلف معه فلو شفت حلم ان في حد بيجر وراك فيه او ان في حيوان بيجر وراك فيه وحصل لك اي موقف غريب بعد الحلم ده يا اخي الكريم ياريت تضعه في كومنت اسفل فيديو عشان كل متابعينا في قناة تفسير الاحلام يستفيده من التجربة بتاعتك ولو عندك اي حلم عن المطاردة ياريت تضفه ايضا او اي معلومة عن تفسير حلم المطاردة ضفها تحت المقطع جزاك الله خير ما تنساش انك انت تدوس لايك وتضغط سابس كراب وتفعل زر الجلس وتنشو المقطع ده لاصحابك والزقائك عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام لكم اطيب تحتنا اخوكم يوسف احمد دمتم فود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في امان الله